نفسي وديني سمالي والولاد ومسكني لك ودئة الأباد الحمد لله الذي وعد المصلين بالأجر الوافر وأثنى عليهم السناء العاطر وأشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي القاهر وهو على كل شيء قادر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله القانت في الباطن والظاهر صلى الله عليه وعلى آله وصعبه الذين كانوا للحق خير مناصب وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم تبل الصراير أما بعد الروه من الجسد وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالعمود الذي يقوم عليه البناء في قوله لكل شيء عمود وعمود الدين الصلاة وعمود صلاة القشع فمكانة السلاة في الإسلام عظيمة والآيات والأحاديث في بيان منزلتها وتبيين فضائلها كثيرة فالله تعالى يقول الإسلامين ذلك الكتاب العريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغير ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما لسقناهم ينفقهم فجعل سبحانه إقام الصلاة في مقدمة صفات عباده المتقين بعد إيمانهم بالغير وفي آية أخرى خرن تعالى مع الصبر الصلاة لأجل تحقق الاستعانة وكمال العون يقول سبحانه واستعينوا بالسبر والصلاة وإنه لكبيرة إلا على القاصعين أيها المسلمون إن تعبد لله تعالى بالصلاة والتخرب إليه بها من الشعائر الديني التي توارثها الأنبياء وتعاقب عليها جميع رسل عليهم وعلى نبينا أفضل صلاة والسلام فإن الله تعالى يخبرنا عن انبيائه إبراهيم واللود وإسحاق ويعقوب عليهم السلام بخوله وأوحينا إليهم في الألخيرات وإقام صلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وأخبرنا عن إسماعيل عليه السلام بخوله وكان يأمر أهله بصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وأخبر تعالى عن سيدنا موسى وعقه هارون عليهم السلام بخوله وأوحينا إلى موسى وأقيه أن تبوأ لخومكما بمصر بيوتا وجاء بيوتكم قبلة واقموا صلاة وهكى عن عيسى عليه السلام قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دم تحيا وجاء كتاب الله تعالى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالأمر بإقام الصلاة في موابع عدة من كتاب الله تعالى فالله جل وعلا يقول فصل لربك وانهار أقم صلاة ويقول سبحانه وتعالى أقم صلاة لدلوك الشمش إلى خسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجبه نافلة لك حصي أن يبعثك ربك مقاما معمودا يغفر الله لنا ولكم رسالة المسلمين اشتركوا في القناة الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك لا وأن نشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسعبه ومن وعلى أيها المسلمون لقد أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن قرة عينه في الصلاة وكانت وسيته عليه صلاة وسلام لأمته وهو على فراس موته صلى الله عليه وسلم حريصا عليه صلاة وسلام على أن يؤديها أصحابه في المسجد بكل قسوء واتمئنان فتقوا الله أيها المؤمنون وتعاونوا على فيه ما يرد الله وتجنبوا ما نهى الله تعالى عنه ورسوله ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى تنالوا من الله رحمة وينزلكم منزلا من تلن تردينه يوم تلقونه تردونه يوم تلقونه خالة على إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم وعجرهم إدرى بهم ولا قوف علهم ولاهم يا اthonون موقعي الجلي موقعي تاليبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما نعبو انفرائي الل license وعجرهم ت meinemطأ الموقعي تاريبي ونراكم اللي vivعاء يتم مند هر في ربما يتم منه يوري سنبابرائه ويولام السمت تدخmarه staw يوم أيشار لا يمكن أن يكون الصحيحة لا تخطط بها ان تخطط بها ولكن الأنهارات يتفيذك شخصة لا يمكنني استخدامها وهو الآن الدراسة الكثير من أجل زروا و الضرصة الكثير من الأجل تتوقف عندما يكون من أي تلك الواتفة يجب أن يكون من أي تلك الراحة لمنك تتوقف مرة أخرى ويبعدما قالوا الله إذاً للتوارز سألتك لا نعرف السيد السيد والأن أمودون والسله والقلال السيد فعلا لا توجد أجربة المساعدة لا توجد أجرب الجسم ويسأل نتحدث بحرارة المساعدة فعلا اسم الله يمزل على بقيته أجل المضحكين يقول هذا الهيومين على الشيطان يفرضه الإنسان لماذا أيضا الشيطان تلاحين يتظهر وإنها لكبيره إلا على الخاصة لكنك فإن الله يكون يقولون أنه يحبباً في نفس الواقع أيها الإعيام يحبباً في نفس الأحيان يحبباً كبيراً كذلك كلاً يحبباً بإمكانية المسلمين والإعطالة فهل يقول أنه كان يحبباً أنه يحبباً و نعيداً لقد كتبت في الخيرات ومع ذلك لقد كنت تسلقوا عن خلاف الخليات ويقفوا ذكروا تلك الخلافات إذا كنت تتعلموا عن ذلك ويقولون هل تبعونا إبراهيم لود إسحاقه ويقولون هل تبعونا يقولون تبعونا أجلًا 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 أدريك لقد كنت سأخذ موسى ومن ثم سنة سنة أجلًا أجلًا و أخبرنا لك ما تقول لك و أرادنا في حياته فإنه و أحياته و يتأكد تنفيذ بصلاة و الزكاة و سنة لا يتأكد و سنة لا يتأكد فإنه يتأكد في حياته و فإنه كنت تأكد في الوصول والسنة لكي حتى يتأكد إلهه و أقم صلاة لك سمس إلى قصر الليل وقال ببائش مشهودة وقال نافع ، اسمه خليتين قد تفكره ، قيلت قلنا ببائش مشهودة وقال نافع خليتين وقال نافع لست الملحين نظرة زماني حدث امرنا فإن الأول Start لأنه لن يكون هناك عالية ومن الملحة من التحجد بك أعطي على ربك أمامك هذا هو يقول وقال بإمانه عندما يتحدث عن الناس وعطي على المنزل وعطي على المنزل وعطي على المنزل وعطي على المنزل الصلاة والمملكة وقال بحرلات صحابي لا يصبح القوة المتصابة لتناولى الجب المعرفة كلها تتحرك نعم وهي سهلة نعم يكون منتماعين كنت تكون من النظر لعلمية للقسم اخوة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرى تعالى ادخلنا ذعبنا ربنا لا تسوى قلوبنا بارسة بعدنا وهاب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تأخذنا نحينا وطرنا ربنا ولا تحمل علينا إسراب كما حملتك ربنا ولا تحملنا ما لا طاعة لنا به وانفوأنا واعفرنا وارحمنا عنك مولينا فانصرنا على الخام الكافرين الله حيث سمر وباقي سبحانه ذو كنف وواخر ونحن في كنف المني من كل الشر واثن سنيه مستبتكي نبي الخياس عما داخلنا منتعم ومنتدأ يا بريالتي فيام عفيا من الأمر ويا الشاف أنفل شفاء كما كان الدعو لا تعملنا بلت الله والتفبنا وخوينا وكن لنا وهب لنا في القتال من ربنا وسلينا على النبي والسلامة وقدر بها هاجة كل مصر